بسم الله الرحمن الرحيم يقول المولى عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون سعادة الأخ رئيس مجلس الأمة المؤقر الأخوات والأخوة عضاء مجلس الأمة المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما كان الدستور نص في المادة عشرين منه أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون فقد حرصت الحكومة منذ اليوم الأول لتشكيلها أن تنطلق من أحكام الدستور وتفي بالتزاماتها المقررة فيه ساعية إلى عهد جديد منطلقاته الثوابت الدستورية ورائده التعاون الإيجابي البناء مع مجلسكم المؤقر في إطار أحكام الدستور ومبادئه وتوجيهاته وغاياته الالتزام بالحدود الدستورية المرسومة فيه لكل سلطة من السلطات دون تفريط أو تدخل أو تنازل عن الاختصاص المقرر لكل سلطة منها كما باشرت الحكومة فور تشكيلها العمل على إعداد برنامجها كما قررته المادة 98 من الدستور وقد قدمت لمجلسكم المؤقر برنامجاً محدداً في محاوره وبقضاياه الوطنية ومنضبطاً بمدده الزمنية ومحدد الكلفة المالية وكان يحدوها إيمان وأمل أن يكون ذلك البرنامج هو الأساس الذي يتم الرجوع إليه ما أمكن والاحتكام إليه بمسار العلاقة والتعاون بينها وبين مجلسكم المؤقر تحقيقاً للصالح العام ومصالح المواطنين وقد توافقت الحكومة مع مجلسكم المؤقر على إقرار عدد من القوانين وهذا ما يؤكد إمكانية التوافق على إقرار القوانين الأخرى متى ما استمر التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إلا أنه قد اختلفت منطلقات وتلاحقت طلبات السادة أعضاء المجلس المؤقر من خلال استعجال رفع تقارير اللجان البرلمانية المختصة وعرضها على مجلسكم دون تمكين الحكومة ممثلة بالوزراء المختصين من تدارس هذه الاقتراحات والطلبات وما تضمنته من أعباء مالية وهو ما حرصت الحكومة أن تضمنه في برنامجها الذي قدمته لمجلسكم المؤقر عملاً بحكم المادة 98 من الدستور وحيث أن الحكومة لم تعطى الفرصة الكافية لاستكمال إبداء رأيها أو آرائها وتقديم دراساتها القانونية والفنية والمالية بشأن الاقتراحات بقوانين النيابية المقدبة وهي جميعها مدرجة في جدوى الأعمال هذه الجلسة وتم عرضها على مجلسكم بصفة الاستعجال دون تمكين الحكومة من ذلك وما ستورثه تلك الاقتراحات والطلبات من اختلالات وأثار سلبية على مؤسسات الدولة والميزانية العامة وحقوق الأجيال القادمة على سبيل المثال قانون شراء القروض والذي تبلغ قيمته ما يزيد على 14 مليار دينار كويتي للقروض الاستهلاكية والمقصطة مما يخل بمبدأ العدالة والمساواة وبناء على ما تقدم فإن الحكومة تطلب من مجلسكم المؤقر أن يتم إعادة جميع هذه التقارير إلى اللجان البرلمانية المختصة ذات العلاقة وفقاً للائحة الداخلية لمناقشتها والتوافق عليها كما تأمل الحكومة أن يتاح لها الوقت الكافي لاحقاً لتقديم رأيها باقتراحات القوانين المذكورة للوصول إلى حلول توافقية مع الأخوة أعضاء مجلس الأمة المؤقرين وبما يتماشى مع ما أوردته في برنامجها ووفقاً للإجراءات الدستورية وإمكانياتها المالية في ضوء أو في ضوء البدائل والحلول التي تعزز من دخل الفرد الواردة في برنامج عمل الحكومة وإمكانية التوافق بشأنها وختاماً إن القوانين المرتبطة بالحفاظ على معيشة وكرامة المواطنين هدفنا جميعاً وضعين نصب عيوننا استدامة الدولة وتنميتها والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة شكراً لأخ الرئيس